مرحبا حبايب قلبي كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير اليوم بدي أعلمكم على أطيب حلو من المطبخ الفرنسي بطريقة كتير سهلة وبسيطة وهي الوصفة طعمتها جدا رائعة بنصحكم لتجربوها وتفضلوا معي على طريقة التحضير أول شي بدي عرق الفانيليا شايفين حبايب؟ وبتأكد أنه هو فريش بس ينطوى معي بكل سهولة بس ينطوى بيكون هذا العرق فريش بدي قص العرق بالنص بهاي الطريقة بالسكينة شايفين حبايب؟ هيك بعد ما قصيته بالنص فيه هون هدول حبيبات الفانيليا بدي يطلعون بيطلعون يا أما بمعلقة صغيرة يا أما بالسكينة مثل ما أنا عم أعمل هيك شايفين حبايب؟ هدول حبيبات الفانيليا بدي يطلعون وهلأ بدي يحطون بالكاسترول هني والعرق وبدي 3-4 كوب من الحليب يعني 180 ميلي حليب و بدي 3-4 كوب من كريمة الحلويات كريمة الخفئ كمان 180 ميلي و بدي 3 معالي اكبار من السكر خليون على جنب لمدة 10 دقائق هلأ هون حطيتهم على الغاز و شغلت الغاز و بلش بالتحريك طبعا منظرنا عم نحرك بشكل مستمر لحتى يغلي عنا الخليط بس يبلشوا يغلوا عنا منحطهم على جنب شايفين هيك صار كافي عندي هون 3 صفار بيض بدي ضيف فوق منهم معلقة كبيرة نشا و هلأ بدي يحرقهم مع بعض كتير منيح نظرنا منحرك لحتى نوصل لهذا القوام هلأ بدي ضيف الحليب و الكريمة شوي شوي و مع التحريك هذا اسمه الكريم باتسير هاي الطريقة صحيحة تبعيته شايفين كيف ضيف الخليط السائل الساخن و بحرك هلأ حطيتهم كلهاتهم بعمل تحريكة و هلأ بدي ارجع رجعهم على الكسترول بس اول شي بدي صفيهم هلأ صفيتهم و هلأ بدي رجعهم على الغاز على درجة حرارة متوسطة بظنى عم حرك بشكل مستمر شايفين حبايب تعريبا دقيقتين ثلاثة بيبلش يشد عندي الخليط نقطة مهمة كتير هون بس اول ما يبلش اول غلوة بيكون صار عندي جاهز شايفين حبايب بس اول ما تطلع عندي هالفقاعة الاولى هون صار عندي الخليط جاهز ما بس نخليه يغلي كتير تمام حبايب بس هيك صار عندي كافي هلأ بحطهم على جنب و بدي الزبدة تعريبا معلقة كبيرة من الزبدة الحيوانية بحطها فوق منهم وبحرك كتير منيح لحتى الدوب الزبدة و هيك بيكون صار عندي الكريم باتسير جاهز طبعا اذا ما كان متوفر عنكم عرق الفانيليا فيكن تستخدموا الفانيليا البودرة شايفين القوام طبعا هلأ بدي اغلف الكريم باتسير بالبلست بالنيلون لازم يكون النيلون ملامس تماما مع الكريم باتسير بحطهم على بالغرفة لحتى يصور بدرجة حرارة الغرفة وبعدين بحطهم بالبراد لحتى يبردوا كتير منيح في عندي هون عجينة البيف باتسري الاشخاص اللي ساكنين بالسويد موجودة بالهيمشوب موجودة بالويللس والاشخاص ببقية العالم ويما كان بتلاقوها بيكون محطوطة بالفريزة هي بتكون بالمجمدة ما بتكون بالبراد شايفين حبايب هلأ انا طلعتهم وصفيتهم على الصينية وبدي خليهم شوية صغيرة تقريبا عشرين دقيقة برة لحتى لانه هنه بيكونوا مفرزين لحتى يفك شوية صغيرة التفريز بعدين بسقبهم بالشوكي بهاي الطريقة والفرن انا عندي شغال على درجة حرارة 200 فوق وتحت طبعا على العلبي بيكون مكتوب كمان التفاصيل هلأ بدخلون على الفرن تقريبا 15-20 دقيقة وبعد ما طلعون من الفرن كمان في عندي هون صينية بدي اكبسهم انا ما بدي اياهم ينفخوا شايفين حبايب بضغط عليهم بهالطريقة وهنه صخنين بضغط عليهم هيك لانه بالفرن هنه بينفشوا وانا ما بدي اياهم يكونوا منفشون كتير لهي الوصفة اللي انا معملها ضغط عليهم بهذا الشكل شوفوا شلون شكلهم طعمتهم كتير طيبة هلأ هون الكريم بتسير طبعا بعد ما برد كتير منيح شوفوا كيف القوام تبعيته صار هلأ بدي حطهم بوعاء اكبر وبيدي حرقهم كتير منيح لحتى يصير قوامه كريمي هيك بيطلع عندي القوام طبعا هاي الوصفة فيكن تستخدموها بكتير انواع حلويات في عندي هذا اللمع اللي بدي اشتغل فيه وعندي كيس الحلويات هلأ بفضل الكريم بتسير وشوفوا كيف بيكون القوام تبع الكريم بتسير هيك لازم يطلع معكم هلأ بدي حط الكريم بتسير فوق العجينة بهاي الطريقة طبعا بيعطي طعم ولا قطيب من هيك الوصفة كتير سهلة وبسيطة هلأ كمان بحط على التانية طبعا فيكن زينه بالطريقة اللي انتوا بتكن ياها بس هي هاي الوصفة هيك طريقة تزيينها بس منحط عجينة البيف باتسيري ومنحط لها الكريم بتسير وبعدين منحط هذا القسم متل ماكن شايفين منحطها هيك بهالطريقة ومنحط التانية وبعدين منزينة بالسكر البودرة طبعا فيكن تحطوا كمان شوكولة بيضة فيكن تحطوا شوكولة غامقة اللي بتكن يعبس هو الاصول بس سكر بودرة وهي الطريقة اللي انا عم اشتغل فيها وبعدين شوفوا كيف بيطلع عنكن الشكل النهائي فيكن تطعوهم بيطلعوا عنكن كل واحدة ثلاث قطع طبعا لازم تشتغلوا بالسكين المنشار وقت اللي بتقصوهم وبتقدموهم وما فيه اطيب من هيك وصفة يعني هاي من اروع الوصفات الفرنسية شايفين حبايب يعني طعمتها ولا اروع من هيك اي حدا عنده اي سؤال كتبولي بالتعليقات وان شاء الله انا رح نزلكم وصفة العجينة اذا اشخاص ما متوفر عنكن في بلاد معينة ما متوفر هاي العجينة الجاهزة قريبا رح نزلكم الطريقة تبعيد هاي الوصفة شايفين حبايب كتير سهلة وبسيطة وهلأ رح دوعة قدامكن بتاني ifs طالعقان عاقبا اغلب اشتركوا في القناة